بسم الله الرحمن الرحيم بالأمس استمعت إلى المؤتمر الصحفي للأخ النائب عادل الدمخي أشار فيه بأن راح يتقدم باقتراح بقانون مع مجموعة من النواب بشأن العفو الشامل ثم استغربت بأن العنوان عفو شامل ولكن بعد ذلك خصصها لقضية اقتحام المجلس فقط لبعض التهم المنسوبة لمجموعة من المتهمين في شأن اقتحام المجلس وبتاريخ محدد استغربت من هذا الطرح انتظرت لغاية اليوم بأن أشاهد ما هو هذا المقترح تفاصيله إلى الآن لم أعثر على التفاصيل لذلك سوف أكتفي اليوم بالتعقيب على ما قرره في المؤتمر الصحفي بالأمس العنوان عفو شامل وين غضايا المغردين وين غضايا شباب الحراك الآخرين فقط الآن صاروا المحتاجين للعفو الشامل فقط المحكومين في قضية الاقتحام لذلك أنا أستغرب من هذا المنعطف في شأن هذا الاقتراح بغض النظر الآن عن مدى دستوريته لأن على الطرح اللي تفضل فيه أعتقد بأن يعني غير دستوري جملة وتفصيلا أريد أن أقف عند محطة من المحطات هو وقف عندها قال بأن العفو العام يخرج من مجلس الأمة واستند إلى المادة الدستورية التي تحدثت عن العفو العام زين هذه المادة تتحدث عن عفو عام أنت قاعد تقدم اقتراح وتتكلم عن عفو في قضية يتيمة فقط لا غير المسألة الأخرى الفهم الدستوري أيضا قاصر في هذه المسألة المادة الدستورية تتحدث عن حراك وأثناء هذا الحراك تمت اعتقالات وهناك مساجين وهذا الحراك انتصر في النهاية لذلك باكورة هذا الانتصار ان تطلع اللي انسجنوا بسبب نجاح هذا الحراك تطلعهم من السجن الواقع يختلف الواقع بان انت انهزمت في الحراك الواقع بان هزيمة تلو هزيمة في هذا الموضوع لذلك ما تقدر تطبق نص هذه المادة والحكمة التشريعية الدستورية من هذه المادة على هذا الموضوع ولله الحمد ان النظام انتصر وان الكويت انتصرت في النهاية المسألة الاخرى ايضا يبني هذا الاقتراح على دفاع المحكومين ويحصر هذا الدفاع ويحصر هذا الاقتراح بشأن دفاع المحكومين المتهمين في قضية الاقتحام فقط لا غير يقول بان قضية الاقتحام سببها ان هناك فاسدين وبسبب هذا الفساد دخلوا الاعضاء والشباب الى داخل قاعة المجلس وحدث ما حدث انا قد ايده في شطر من الموضوع بان هناك فساد وفاسدين ولكن ترى من كل الاطراف حتى من الاطراف اللي اليوم ايضا قاعدت تنساق وراء هذا الطرح ايضا متهمة في موضوع الفساد الفساد بدون ادنى شك كنت من اوائل المطالبين بمحاكمة كل الفاسدين ولكن في ذات الوقت انت الان تبجر مجلس الامة وتفرض العفو على دفاع متهمين بان كان هذا السبب يعني مو السبب ان كانت هذه التحركات جزء من الربيع العربي ولا كانت جزء بان عنوانها كان يوم الاربعاء الاسود ولا كانت جزء من مؤامرة ان هذه المؤامرة كادت تودي بالكويت الى الضياع عندما قيلت المقولة الشهيرة بان الكويت ضاعت الله اذا تبني على الدفاع فقط لا غير بان هناك فساد ادى الى اختحام المجلس هناك قضايا اخرى ايضا ابدأ بان تحصل على العفو العام وهي قضية خلية العبدلي اذا نبي نيحق هذا الموضوع اذا نبي ناخذ في دفاع المتهمين والمحكومين في قضية خلية العبدلي لان المحكمة لم تأخذ بدفاع المقتحمين وفي ذات الوقت ايضا المحكمة لم تأخذ بدفاع خلية العبدلي وصدرت الاحكام المتهمين في دفاعهم في خلية العبدلي ايضا يقولون بان لا يوجد دليل على مسألة التخابر ولا على مسألة التدريب كل ما هناك بان هناك حيازة اسلحة وحيازة هذه الاسلحة كانت بناء على تنسيق واتفاق مع مسؤول كبير آنذاك في الدولة وهو من المقاومة الكويتية وان هذا السلاح هو سلاح نتيجة مخلفات الغزو وان هذا السلاح ايضا يخب للمقاومة الكويتية وان اكثر من 27 26 عام هذا السلاح تم الاحتفاظ فيه دون استعمال طلقة واحدة وان كل هذا العمل هو من اجل الكويت كان هذا الدفاع وايضا اذا تبيت طلع اشكالات هناك ايضا اشكالات اخرى بان اذا تبيت صر على مسألة التدريب التدريب يقال ان كان في منطقة عيت الشعب في جنوب لبنان في عام 94 94 عيت الشعب كانت تحت الاحتلال الاسرائيلي ايضا يقال بان التدريب في جنوب لبنان في الضاحية الجنوبية والضاحية الجنوبية هي ضاحية بيروت الجنوبية وليست في جنوب لبنان ايضا موضوع التخابر ما التخابر ولا سلكي تبين بان هذا اللاسلكي يباع في محلات الاطفال مسألة التدريب هناك احد الاشخاص يتهم في تغرير الاتهام يوم كان عمره ثمان سنوات انا لا اريد ان ادخل في التفاصيل ولكن اذا تتتبع دفاع المتهمين في هذه القضية يجب ان تتتبع ايضا دفاع المتهمين في كل القضايا العدالة عمياء والعدالة لا تفرق لذلك انا استغرب من هذا الطرح ومن هذه المفارقة في هذا التوقيت لذلك انا اناشد الجميع بان اذا كانت هناك مصلحة وطنية للجميع بان نضع ايدينا جميعا مع بعض جميع اعضاء المجلس وان تتم مناشدة ومطالبة سمو الامير وهو قائد العمل الانساني وابونا جميعا بان نطلب منه عفوا خاصا لمثل هذه القضايا اما فرض هذه الامور بطريقة غير دستورية وبتعامل اعور وبتعامل ما في مساواة اعتقد بان هذا مصادر المطلوب ولن يمر مرور الكرام شكرا جزيلا